اشتركوا في القناة نشوف حاجة زي كده لكن هو اتربى بالتأكيد كمان على صوته اتربى في بيت موسيقي يستاهم بشكل كبير في تكوينه بجانب كمان تربيته على صوت المنشدين القدامة زي ما قلت النخشباندي والشيخ أمران الشيخ محمد عبدالقادر أبو سريع اللي بيقول لضفنا أنه هو ده مسأله الأعلى النهاردة معينا منشد عنده 17 سنة الأول هقوله أهلا بحضرتك الأستاذ محمد عبدالرحمن أبو ليلا أهلا بحضرتك اشمعنا الانشاد الديني يعني الانشاد الديني لحد ما قل جدا وصعب قوي أن نلاقي حد بيختاره يعني معرفش يعني اشمعنا اتجهت الانشاد الديني وحضرتك في الأول أنا قارئ ويعني اللي ابتهال حاجة جميلة وعظيمة يعني الواحد يعني بيحبه يعني بتأكيد بتأكيد لأن اللي ابتهال يعني في متحن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذكر طيب أنت قلت الأول أن الشيخ محمد عبدالقادر أبو سريع ده مسلك أهلا الشيخ محمد عبدالقادر أبو سريع يعني بسم الله ما شاء الله عليه يعني راجل يعني ونعمة علامة فعلا بسم الله ما شاء الله عليه يعني التهلات بتاعت كلها جميلة وأنا بحبه والله طيب إي رأيك تسمعنا وتسمع كل سيدة المشاهدين عشان نعرف إحنا من نتكلم عن إيه خلينا نسمع أي حاجة منك إن الله ملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم اغفر ذنوبانها واستر عيوبانها واشرح صدورنا وانصرنا على أعدائنا وتقبل دعاءنا يا رب أَنْعِمْ بِقَوْمٍ أَكَرَوُوا الْقُرْآنَ وَهَبُوا لَهُ الْأَرْوَاحَ وَالْأَبَدَانَ أَنْعِمْ بِقَوْمٍ أَكَرَوُوا الْقُرْآنَ وَهَبُوا لَهُ الْأَرْوَاحَ وَالْأَبَدَانَ قَوْمٌ قَدْ اخْتَارَ الْإِلَهُ قُلُوبَهُمْ لِتَصِيرَ مِنْ غَرْسِ الْعُدَى بُسْتَامَا أَنْعِمْ بِقَوْمٍ أَكَرَمُوا الْقُرْآنَ وَهَبُوا لَهُ الْأَرْوَاحَ وَالْأَبْدَانَ قَوْمٌ قَدْ اخْتَارَ الْإِلَهُ قُلُوبَهُمْ لِتَصِيرَ مِنْ غَرُسِ الْعُدَى بُسْتَامَا رَفَعُوا كِتَابَ اللَّهِ رَفَعُوا كِتَابَ اللَّهِ رَفَعُوا كِتَابَ اللَّهِ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ لِيَكُونَ نُورًا فِي الظَّلَامِ فَكَانَ مَشَاء أَظْنُ طيب، عايز أعرف منك يا محمد انت قلتلي ان انت اصلا قارق او بمقرق القرى طيب، ايه الخطوات اللي انت بتاخدها ولا يعني علشان تبقى كمان منشط؟ في تدريبات معينة، في دراسات معينة ولا بس من خلال ان انت قارق و بتبقى صوت قوي بتعرف تنطق طبعا الكلام بشكل صحيح جداً؟ وحضرتك يعني المنشد لازم الواحد يكون يعني صوته قوي فيه ويكون واحد يعني عنده موهبة يعني انه هو يقول ابتهلات لانه هو مش اي حد يقول ابتهلات برضا تمام بالزبط مش اي حد بتعمل اي بقى علشان تقدر تقول ابتهلات؟ نعم هي دي سبحان الله يعني بتبقى موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى لكن مفيش دراسات معينة؟ لا مفيش دراسات يعني هو بس اللي يعني اللي ببقى عايز تدرس مثلاً جنب طبعا انت قارق لكن تدرس مثلاً مقامات موسيقية؟ نعم طبعاً كان والدي رحمة الله عليه كان يعني يعني يعلمني ما امات كثيرة وكان يعني يحفظ من القرآن وكان هو والدي يعني كان وخدني يعني باسم الله ان شاء الله يعني يعني اننا اتعلم منه مثلاً يعني كان مثلاً يا محمد تعالى مثلاً تعالى اعد قول علي مثلاً الاية كذا يعلمني بطريقة مثلاً اقول لنا بطريقة هو يقول لي لا انا عايزك تجيبها بالمعنى فالحمد لله ربنا الحمد طيب حاكة ثانية يعني انا ممكن عملت في حلقة من خلال صباح تريم وكانت بعنوان المنشد الكاجول يعني دلوقتي تشوفنا عدد كبير جداً من المنشدين صغارين في السن لكن تخلوا الى حد كبير عن شكل المنشد اللي احنا اتعودنا عليه اللي هو لابس بقى اللبس الازهاري والقفطان والكده انت اي رأيك يعني انت لازم شايف ان المنشد لازم يبقى بهذا الشكل التقليدي ولا بتتقبل ايضاً ان لا ممكن يبقى واحد لابس كاجول وكده لكن بينشد تمام لا هو يعني ايه الافضل والاحسن اللي هو يكون لابس الزي الرسمي لو بتاع القراءة العم والقفطان لازم يكون يعني لابس طب ليه بقى؟ ليه؟ يعني الواحد يعني مثلاً يعني عشان الناس يعني مثلاً تعرفوا وعشان الناس يعني يعني الناس تعرفوا يعني من خلال ان هو مثلاً منشد ديني بيلبس مثلاً عم وافطان وفي فرق بين اللي هو الشيخ الكاجول اللي حضرتك بتقول عليه طب انت انت فساك ايه يا محمد؟ انا في الصف الثاني الثانوي في الصف الثاني الثانوي الازهري تمام طيب ربنا يوفقك ان شاء الله عايز تدخل بقى كلية ايه؟ ان شاء الله خشي شريعة اسلامية بإذن الله شريعة اسلامية ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله طيب خلينا نسمع منك حاجة تانية؟ مثلاًسك ايه يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله ماذا يقول الشعر في مدح النبي والله بالخلق العظيم حباه ماذا يقول الشعر في مدح النبي والله بالخلق العظيم حباه وعلي أنزل ربنا قرآنه جل الكتاب وجل من أوحاه الله رب العرش يشرح صدره الله يرفع دائما ذكراه سيدي يا رسول الله يا خير قلق الله جسد جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه جسد جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه أو كيف يخزيه الكريم أو كيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه ومديحه في فيه أكثر علينا الصلاة أكثر علي من الصلاة أكثر علي من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتي تالله إن الله لا يخزيه أكثر علي من الصلاة أكثر علي من الصلاة فإنها طيب أريد أن أعرف هي هي المنشد هل هي أنشطة التي تأتي طبعا فيه حفلات ذكر وفيه أعداد ذكر ل nada كيف هي أنشطة التي تقدمها أو يمكن يقوم بيقوم بيقومها المنشطة الأنشطة يعني المنشطة يعني برح حفلات مثلا في مجال الزكر مجال الزكر يعني في جميع الحفلات لأن المنشد دلوقتي بقى مشوق يعني لازم في مصر يعني كتير من يعني من الناس بيعني لازم يجبوا منشد شايف بك ان هم لهم يعني لكوا وجود شايف ان لكوا انشطة كتيرة مطلوبين الانسان الدين ولا بيقى بس خلال شهر رمضان لا 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 عادي مش مش شرط هو عادي الناس يعني بتحب متح النبي وذكر يعني الناس بتحب يعني المجال ده طب بتسمع المنشدين جداد يعني في حد من المنشدين جداد شدك سمعت انشاد وعجبك ولا بتسمع بس القدامة لا بسمع القدامة والمبتهلين الجد مفيش حد منهم معين يعني صوته علق معك أو يعني لقيته بينشد فكرك بحد من القدامة كده يعني مفيش حد صوته عجبك لا زيف يعني في مثلا عند الشيخ علي الحسيني و الشيخ محمد عبدالقدر ابو سريع برضو يعني الناس يعني اللهم المحترمين ربنا يبرك له يا ربو يطول في عمره طيب يلا احنا عايزين الختام معك بقى بحاجة تكون انت برضو تختارها هنا في مدح سيد الخارج انا اختار لك حاجة ان شاء الله يعني كان الشيخ محمد عبدالقدر ابو سريع يعني اول ما تعرف وتشهر تشهر بالحاجة دي شكرا إن الله و ملايك تهو يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم صلوا عليهم وسلموا تسليما اللهم اغفر ذنوبنا واحفظ مصرنا من كل سوء وانصرنا على أعدائنا وتقبل دعاءنا يا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا آمين بشراءك سبحان من أعطاك يا آمين بشراءك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء الناك بالمصطفى صادق راب لما حملت في رجب بالمصطفى صادق راب لما حملت في رجب وما تري منه تعاب هذا نبي زاكي شعبان شهر ساني والنور من وباني وصاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالهانة يا آمينان التلمونة رمضان جاءك بالهانة يا آمينان التلمونة نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شور رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك النبي صل عليك صل ربي وسلم وبارك عليك عليك أفضل السلام يا رب يحفظ مصوري تقبل دعائنا جميعا جزيلا الشكر الأستاذ بعمالش هو أنت صغير على كلمة أستاذ بس وطبعا الاحترام مؤجب الأستاذ محمد عبد الرحمن أبو ليلى المنشد دين ربنا يا رب إن شاء الله يوفقك في استقبالك وعايزين نرجع مرة أخرى إنشاء الديني يرجع في كل بيت لأن احنا وصدق ديني بشكل كبير كده إن شاء الله وشرفتنا في صباحة اليوم كده وشاهدينا نكون ختمنا النهاردة اليوم بالتهالات الدينية يا رب إن شاء الله يبقى يوم في بركة علينا كلنا يا رب إن شاء الله ربنا يتقبل مننا ويحفظ لنا مصر يا رب إن شاء الله هشوفكم بكرة في يوم جديد إن شاء الله يكون علينا سعيد وصباحة اليوم موسيقى